مطلوب 100 مليار دولار سيبك بقى من كل اللي فات ويركز في اللي جاي الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنها واضحة وصريحة هو ده الحل علشان نطلع من أزمة الدولار هنا مفيش غير سؤال واحد هنجيب منين؟ من الأجانب؟ ولا من رجال الأعمال جو مصر؟ طيب ممكن الدولة تفرض قيود جديدة علينا علشان تزود الإرادات بتاعتها؟ كل الإجابات هتعرفوها معنا في الفيديو ده فخليكم معنا لو عاوزين نخلص من دوامة الدولار والجنيه لازم نغطي فجوة استرادية بقيمة 30 مليار دولار سنويا علشان ننفس ده محتاجين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على 5 سنين ده اللي كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو بيتكلم عن الأزمة الحالية قبل أي حاجة ضروري تعرف أن مصر بتعتمد على 5 مصادر أساسية لتوفير الدولار تحولات المصريين العاملين في الخارج والصدرات وقناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ده جير طبعا القروض من المؤسسات الدولية والإقليمية أو ودايع الأشقاء في الخليج بص بقى على توقعات صندوق الناد لإرادات المصادر دي في السنة المالية الحالية اللي هتنتهي في يونيو 2023 هتلاقيها وصلت إجمالاً لمية و13 مليار دولار تقريباً متقسمين كالتالي 11.3 مليار دولار من السياحة 7.4 مليار دولار من قناة السويس 34 مليار دولار من المصريين العاملين في الخارج 50.7 مليار دولار من الصدرات 9.7 مليار دولار من استثمارات الأجنبية المباشرة بس واضح من الأزمة اللي بنعشها إن الخمس مصادر لغاية دلوقتي مش كفاية وهنا عندك حلين تزود دخل المصادر دي وفي نفس الوقت تشوف مصادر جديدة لو بصينا على المصادر غير التقليدية هتلاقي إن الدولة أعلنت عن نيتها لبيح حصص ب32 شركة حكومية خلال عام 2030 مع خطة لتسييل أصول تابع للدولة بقيمة 40 مليار دولار على مدار 5 سنين وده اللي قاله منصف مرسي في قسم البحوث ببنك الاستثمار CI Capital لما وضح إن الحكومة شغالة على سد الفجوة التمولية من خلال اتفاقيات التمويل مع الشركاء الدوليين وبيع بعض الأصول وكمان استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في نفس الوقت الدولة بتخطط لزيادة صدرات مصر لـ 100 مليار دولار خلال 5 سنين عن طريق مبادرات لتوطين الصناعة وصرف دعم للشركات اللي بتصدر منتجتها للخارج مع تسهلات في إقامة المشاريع وإعفاءات من الضرائب وفي المقابل تقليل الاستراد بص بقى على السياحة هللاقي إن الحكومة بتخطط لجازب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 بس علشان ننفس ده محتاجين استثمارات 30 مليار جنيه وده لزيادة عدد الغرف الفندقية ورفع الكدمة ضيف على كده كمان خطة الحكومة لإطلاق شركة مساهمة لاستثمار أموال المصرين في الخارج علشان يشجعوهم على تحويل فلوسهم لمصر أما بقى لو هنتكلم عن الاستثمار المباشر وده المقصود بيه إن رجل العمال يجي يفتح شركة أو مصنع على الأرض فحسب الخبير الاقتصادي هاني الجنينة في ست قطاعاتهم الأكثر جذبة للاستثمار في مصر الخدمات، اللجستيات، إدارة الموانئ، والسياحة، استثمارات الهايدروجين الأخضر، قطاع الأسمدة، النظام المالي غير المصرفي كمان البنك المركزي لدور من خلال قراراته واللي عن طريقها يقدر يحقق استقرار السوق علشان المستثمرين الأجانب يتطمنوا للوضع جوه مصر ويجوا يحطوا فلوسهم سواء كانت في شركات ومصانع أو أموال ساخنة في سندات وإزون الخزانة خد بالك إن البنك المركزي شغال على سوق المشتقات المالية علشان يضمن للمستثمرين تأمين فلوسهم وأرباحهم من مخاطر تقالبات الجنيه أمام الدولار وده لو حصل هيكون سبب في زيادة مستويات السيولة بالعملة الأجنبية ولو انت خايف من فرض ضرائب جديدة الفترة اللي جاية علشان الدولة تزود إرادتها فرئيس المصلحة بالذات نفسه أكد إن مفيش أي ضرائب جديدة على المواطنين انت بقى إيه رايك في كل الكلام ده؟